بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين في مثل هذا اليوم من سنة 444 ميلادية تنيح القديس البابا كيريلوس الأول البطرياركو الرابع والعشرون من بطاركة الكرازة المرقوسية وهو الملقب بعمود الدين ومصباح الكنيسة الأرثوذكسية ولد هذا القديس ببلدة محلة البرج التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أسرة عريقة في الإيمان وتتلمذى في حداثته على يدي خاله البابا ثاوفيلوس البطرياركو الثالث والعشرين فأحب قراءة الكتب المقدسة وسير الآباء القديسين واهتم بحفظ الألحان الكنسية والتسبحة ثم درس بالمدرسة اللاهوتية العلوم والفلسفة واللهوت ونبغى فيها مضى القديس إلى برية شيهيت وترهب على يدي القديس الأنباس ربيون فنمى في الفضيلة والمعرفة الروحية والعبادة والنسك واستدعاه خاله ورسمه قسا بالإسكندرية وخدم فيها بنشاط وجاذب الكثيرين بتقواه وعفته فأحبه الجميع وبعد نياحة خاله اختاره الأساقفة والأراخنة بطر يركا وتمت رسامته يوم العشرين من بابه سنة أربعمائة واثني عشر ميلادية فاهتم برعاية شعبه وتعليمه ولما جلس على الكرسي قاوم البدع والهرطقات ورد على مقالات يوليانس الجاحد وألغى الحكم الصادر من خاله ضد القديس يوحن ذهبي الفم ووضع اسمه في مجمع القديسين ولما ظهرت بدعة نسطور بطر يركو القسطنطينية تصد لها فبعث في موعد عيد القيامة رسالة فصحية لجميع كنائس العالم شرح فيها كيفية اتحاد اللهوت بالناسوت كاتحاد النار بالحديد الذي حين يطرقه الحداد يقع الطرق على الحديد دون النار مع كون النار متحدة بالحديد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير فالنار تظل محتفظة بطبيعتها النارية والحديد يظل محتفظا بطبيعته الحديدية وبالنسبة للقب ثيوتوكوس قال كما ان الام البشرية تعطي الجسد فقط لابنها فهي تعتبر مع ذلك ام لابنها بكامله هكذا العذراء هي بحق ام الله لانه قد نمى داخلها الجسم المقدس الذي اتخذه المخلص وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير فهي اذا ام لابنها الله الكلمة بكامله فقد ارسل رسالة لنصطور شرح له فيها العقيدة المستقيمة وترجاه ان يرجع الى صوابه فلم يستجب نصطور لها فارسل له كيريلوس رسالة اخرى ليوضح له فيها خضورة ما اعتقد به كما بعث اليه بوفد ليتدارسه مع نصطور عقيدته لكنه رفض مقابلتهم فجمع الباب مجمعا من اساقفة الكرازة المرقوسية للنظر في هذه البدعة وحكم على نصطور بالهرطقة واضاف مقدمة قانون الايمان وبعث بقرار المجمع المقدس الى كنائس المسكونة ومن بينها القسطنطينية فارسل نصطور الى سلستين بابا روما محاولا ان يستميله اليه ولكن كيريلوس ارسل رسالة الى بابا روما شرح فيها وجهة نظره فعقد بابا روما مجمعا حرم فيه نصطور ورد على رسالة كيريلوس برسالة ترك له فيها حرية التصرف لثقته في حكمته عقد القديس كيريلوس مجمعا ثانيا في الاسكندرية اتخذ فيه قرارا بالتمسك بقرارات المجمع السابق وبمطالبة نصطور بالتوقيع عليها ولكن نصطور رفض التوقيع فتدخل الامبراطور في اودوسيوس ودعا لانعقاد مجمع مسكوني بافاسوس رفض نصطور ان يشارك فيه فبدأ المجمع بقراءة دستور ايمان نيقية والقسطنطينية ورسالة البابا كيريلوس الى نصطور وردود نصطور عليها فحكم المجمع على نصطور بالهرطقة وحرمه وخلعه من كرسيه وتم تجريده من الكهنوت فقد نالت البابا كيريلوس شدائد كثيرة بسبب هذا القرار من يوحنى بطريارك انطاكية وبعض الاساقفة الشرقيين المناصرين لنصطور ولكنهم عادوا الى الوفاق بعد ذلك هذا وقد نفى الامبراطور نصطور سنة 435 ميلادية الى اخميم فقد شرح هذا البابا كثيرا من الاسفار الالهية كما وضع بعض الاضافات لقداس القديس ماري مرقس الرسول وهو القداس المعروف حاليا باسم القداس الكيريلوسي كما وضع بعض الالحان عن العذراء مريم الثيوتوكوس ولما اكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بعد ان قضى على الكرسي المرقسي احدى وثلاثين سنة وثمانية شهور وعشرة ايام بركة صلاواته فلتكم معنا امين وفيه ايضا من سنة 432 ميلادية تنيح البابا كيلستينوس او سلستينوس اسقف روما وكان هذا القديس تلميذا للقديس بونيفاسيوس اسقف روما الذي اوصى عند نياحته ان يكون هذا الاب خلفا له ثم اوصاه قائلة تحفظ يا ولدي فلابد ان يكون في روما ذئاب خاطفة وكان هذا الاب راهبا فاضلا عالم وبعد نياحة معلمه رسموه على كرسي روما سنة 422 ميلادية في ايام الامبراطور هونوريوس وقد نالت هذا الاب شدائد كثيرة فخرج الى احد الاديرة القريبة من المدن الخمس واقام فيها فترة من الزمن واجر الله على يديه عجائب كثيرة ثم ظهر له الملاك رفائيل في حلم قائلة قم اذهب الى انطاكية الى بطر يركها القديس واقم عنده لان الامبراطور قرر ان يقتلك عند عودته من الحرب فاتى الى انطاكية واقام في احد اديرتها وبعد ذلك ظهر للامبراطور في حلم القديسان اغنطيوس وبني فاسيوس ومعهما شخص اخر مهيب يقول له لماذا تركت مدينة القديسين بلا اسقف وذرب ينزع نفسك منك وتموت بيد عدوك فقال له يا سيدي ماذا افعل فقال له ارسل الى الاسقف وارجعه الى كرسيه مكرمة فكتب الامبراطور الى بطر يرك انطاكية يسأله عن مكان كليستينوس ليعيده الى كرسيه فعاد بكرامة عظيمة ولما جدف نصدور لم يقدر كليستينوس على حضور مجمع افاسوس سنة 431 ميلادية فارسل قسيسين برسالة يحرمه فيها ولما اراد الرب ان يريحه من اتعاب هذا العالم ظهر له بني فاسيوس سلفه والقديس افانسيوس الرسولي وقالا له قم واوصي شعبك فانك ستحضر عندنا لان السيد المسيح يدعوك اليه فلما استيقظ اوصى شعبه قائلا لا بد ان يدخل هذه المدينة ذئاب خاطفة اني اقوم وامضي لان القديسين يطلبونني ولما قال هذا تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما ابدية امين دفنار اليوم الثالث من شهر ابيب المبارك نياحة الانبى كيريلوس بطرياركي الاسكندرية كيريلوس الحكيم والمعلم بالقول المقدس الانجلي صرت مربيا لكل القضيع الرسولي الذي للملك المسيح ارتفعت فوق المسكونة كلها كمثل سحابة مضيئة في كل حياتك لم تتوانى عن ري كرم رب الصابأوت وبمطر غزير كنت تمحو كل اهل البدع المجدفين وكنت تضربهم بالعمى ببروق اقوالك الالهية وبالندى الثابت المثمر كنت تعلم الجموع والشعوب وبعمق قلبك كنت توسع لشعبك الطاهر في التعليم ووضعت اقوالا طاهرة من اعماق الكتب انفاس الله وصرت نقيا من كل الالام وصورة حية للفضائل ولبست التواضع من قبل المسيح وحاربت عن الايمان وغلبت اعدائك وصرت مشابها للرسولين بطرس ويوحن هذان اللذان كرساك بصلوات ابينا كيريلوس يا رب انعم لنا بغفران خطايانا القرن النبوي الذي لدهن المسحة الذي كان يمسح به الملوك والانبياء ورؤساء الكهنة هو قد سبق فدلنا على المسحة العقلية التي للروح القدس الذي استحقه معا هذان العظيمان العجيبان كيريلوس البطريارك وثيو دوسيوس الملك هذان بغيرتهما الصالحة كانا يحاربان بقوة في حرب الرب اله اسرائيل اما هذا فمن قبل صلواته كان يعمل مع الملك اولا ليخضع له البربر الغليظ الرقاب وهذا من اجل الغيرة الصالحة كان يشارك في المساعدة مع البطريارك الحكيم في هدم الهراطقة المخالفين هؤلاء الذين صار لهم اولا ورأسا في التجديف نصطور الكافر بالله المجنون في الحقيقة هذا تكلم عن الله الكلمة المولود من الاب الذي تجسد وتأنس بالحقيقة من اجل خلاصنا وعن والدة الاله مارتي مريم وقال هكذا ان الذي ولد منها ليس هو اله بل انسان ناقص هذا الذي فرقه وابعده وقطعه وحرمه بطرياركونا المعلم كيرلوس الحكيم بماذا اقول وبماذا انطق في كرامة المعلمين العظيمين كيرلوسا وكيليستينوس عمود النار المضيء وعمود الغمام الساتر هذين المرشدين للشعوب الى جبل الله اطلبوا من الرب عنا يا سيدي الابوين البطرياركين كيرلوس وكيليستينوس